تسام ايديك والله حبيبتي اكل زي الفرد طبيخك هايل وخصوصا الجبنة واللانشون وجبنة الرومي والطوست يعني نفسك هايل في الفطار يسلم التاريق التاريق عالصبح لعلمك بقى انا مش هايز احريجك واقولك ان طبيخي اللي انت بتتاريق عليه امك كل يوم تفتح حلة اللحمة اللي انا سرقها وتسرق ثلاث حلة اللحمة ايه ده امي ده يعني نفسها حلوة وكنتش عرفت انها ما ممكن تكون امك انتو الاثنين متعلمين من بعض الطبيخ وبتاكلوا اكل بعض لا طبعا مامتي متعملش حاجة زي كتا وعموما انا مش حاهدة ولا يهنالي بلغ اللي مارف مين اللي بيسرق اللحمة من الحلة ماشي ماشي طب بقولك مش تبغى ازا تونس والجنب الفطار طاريق طاريق اه بقولك ايه عادل صحيح انت فاكر صاحبتي سعيد بتاعتك كلية امم تفاكرها مش دي اللي من ساعة ما تجوزت انت متعرفيش عنها حاجة لابا الحمد لله بقى اتطلقت وكل يوم بتكلمني وكاد حايزة تيجي تزورني فانا عزمتها تيجي تقضي اليوم كله معانا تتغذى وتاكل وتنامي ده على اساس ايه يعني ان انا فاتح دار مطلقات حرام عليك يا راني هتيجي تقعد فين ده احنا بنمشي في البيت ده بالجنب انا ايه عادل ما هو اصل ما ينفعش انا اللي عزمت عليها ان اها هتيجي ما ينفعش ارجع في كلامي شكل حيبقى وحش قوي احنا شكلنا هيبقى اوحاش لو جات قاعدت معانا انا اهو اقومي شوفي طب خنة مطمية ولا خيراة ولا حاجة جنب الكبنة هاكل كبنة الوحدية كده مش هتبخلك حاجة تانية عادل واساسا انا غلطان انا قاعدة بتكلم معاك ها ماشي صباح خير يا عادل صباح خير يا مام فاكر يا حبيبي طنتك فتحية اللي كانت سكنة ببيتنا القديم طبعا فاكر مش دي اللي كان جزق اشغل في ماجل الشعب وطول باز بتقول هو جزي في ماجل الشعب وفي النهاية طلع فراش في ماجل الشعب واماعة and eyes لالجمان طلقة وطبعا انت عرضت عليها يا تيجي تقضي يوم عندنا هنا في البيت صح مش واجب برضيه عادل واجب مش عامل الواجب يا ماما مش عامل الواجب يا ماما مش معقولة احنا في البيت ده معتاجين عسكري مروري نظم حركتنا في البيت يا ما انت اعزميني اذا انت فحية انا انا بط يا ماما انا ما بقولش حاجة يا ماما يعني انا البيت لو بجد كبير وما فوقش المشاكل اللي عندنا دي ما كنتش اتأخر بس انت شايفة المشاكل عاملت ازاي يا الواحد ما بيلاقيش لقمة حتى يا كلها ماشي يا ماما انا ماشي السلام عليكم عليكم السلام ذا خلاهم ام لك علي كله دولة دولة كبسة كبسة ام يا دولة من و paral المكتب بسرعة اقوم ام جاة هوراي بالوقت ام تسايمه الحاجات في التاكس انا مفاهيمه ان انات صاحب البذار انت صاحب البذار امان انا ايه اي شغال عندي ايه يا فاة خش يماك فضالي يما اتفضالي يا ست الكل واحد رجلين مجوماتيزمي مش قادر اهلا اهلا يا عادل يا ابن الزيت اهلا يا مرات عمي اهلا ايه رأيك يا دولة في المفاجأة دي بقى دي هايلة مفاجأة هايلة انتو حسبوني وقفها ولا ام انتقعدوه لا اتفضالي ده المكان كله بتاعك يا ست الكل ده عادل اول ما عارف يا ام بارح ان انت جاية حالف انك لازم تقضي الامن اللي هتوديها هنا عنده في البيت هو يقدر يقول غير كده لا طبعا اهلا وسهلا تنواري طبعا يا مرات عمي اهلا وسهلا يا حضرتك بس اصلا هو عارفة المشكلة عندي في البيت يا دولة برغم من ان ظروف عادل يا امي ما اندلة يعني اخته وام محمده قاعدين عنده في البيت الا انه برضه اول ما عارف مبارح حالف انك لازم هتبيته عنده انا عرفت حاجات كتيرة او مبارح وحضرتك هتعودي قد ايه ان شاء الله يعني اه انا جاي عشان الروماتيزم اللي فرجلاي هم وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمة اوي بس انا اول ما حكشف حمش على طول ايوه بس لا يا امي ما تقوليش كده يا امي ده عادل هيزعل جدا يعني ده اول ما عارف يا امي مبارح كده حلف انك لازم يعني هتمشي وانت خفى خالص اه طبعا طبعا يا مرت عمي اهلا وسهلا يعني وحضرتك تنورينا يعني بس يلا 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 شاي اه شاي اه شاي خد هنا نعم انت بتبرطم بتقول ايه قلت ايه قلت لما فرجتك يا رمزي اه بحس بتحسب ايه ما انا قلت هنا انت تفضلي يا سبت تقولي بقى انت اكيد تعبانها امي من السفر تفضلي تعالي بس انا لي يا طلب صغير اوي كده تفضلي قوضة انام فيها الوحدي انا والارنابين اللي انا ساقباهم في التاكسي دول عسا انا جايباهم البلد خفت حسن يعود الوحدهم ما يقدروش يعودهم لا ما تلاقيش عليهم الارنابين دول هايناموا في حضن ان شاء الله تفضلي ما حاجة اوصلها تفضلي يا سبت الكل تعالي يا سبت الكل خد بايدي الروماتيزم والسع كده والسع كده والسع كده وانت مضيق الدين يا حاضر الناس لا 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 خليك انت هنا انا هوصلها واجيلك على طول عشان ما عرفش هتنرفز عليك في السكة ولا حاجة موضوع بين يوبينك والبصار مقفول علينا دولة معها اه اصح بالبصار اه دولة معها اه من ورانا ده نورك يا حبيبتي يجنن يا طانت مرسي جدا جدا انا مش عارفة حد اكتعبتي نفسك قوي كده ليه لا يا حبيبتي ده انا هاخدهم معايا تاني اصلا انا خوفت اصيبهم في البلد بيخافوا يعودل وحدهم ايه ده طانت مرامزي ايه المفاجئة الحلوة دي سناء انت مالك كبيرت كده وبحشاتي كبيرت عشان البناد مين بيكبروا مش بيصغروا يا طانت القلب وما يريد السطول عمره بل ماما اعني دخلة غير هدومي مراية الحب عمية انت ناوية بقى ان شاء الله تعادي فين ايه والله ما انا عارفة لكن اي قوضة جاهزة انا هاعود فيها انا والارانب قوضة مين اي قوضة اي قوضة جاهزة طبعا اهل الله سهلا يا مراة عمي ده حضرتك تنورينا والله بس اي مراة عمي هتقعد معانا يعني ان شاء الله معانا مين معانا يا نهو باذنها في الاصر في الاصر اللي احنا جايبين وهنا ان شاء الله يا طانت منورانا يا حبيبتي منورانا ايه ايه في ايه متكت ان انت يا عادل انا نقصة كمان مومة رمزي تقعد عندنا ايه ايه يا راني في ايه ما تقعد عندنا في اي قوضة وخلاص انت بتستحبل بصي انا تدبست رمزي الزفت ده دبستني فم وخلاص هعمل ايه اشوفي لها بقى اي قوضة تقعد فيها اوكي اوكي يا عادل انا هقعدها في القوضة الفاضية اللي عندنا ايه ده واحنا عندنا قوضة فاضية مهم مامتي ونجلاء حيبته معايا في القوضة ومامة رمزي حبات في قوضة مام طب وانا حبات في ايه في البلكونة مع الارانب مع الارانب بصيح كبه تروح مني فيه ايه ايه؟ وانا بس اهلك همسكك يعني همسكك ايه ده بس يا دولا؟ انا هفهمك كل حاجة ايه ده بس يا دولا؟ هتفهمني ايه؟ انا هتقول علي ان انا صايع ومش لايه حتة تقويني وشغال عندك في البزار ومعايش اهلي كلهم عال عليك في الشاقة بتاعتك ايه ده ايه ده ايه ده مين اللي قالت الكلام ده اصلا؟ انت استهبل يلا؟ امك ايه اللي قالت الكلام ده؟ ايش يا دولا معليش طب انا يعني كنت عايزة اطمين علي يا دولا ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش او بابايتنا في البزار يا دولا توم تؤيل لها ان انا اللي صايع ومش لها حتة تقويني قد ما عليش يا دولا يعني هي الصايع دي هتلزق يا دولا اه هتلزق سمعيت هتبقى ايه قدام اهل البزار علشان خطر يا دولا نبهاء علشان خطر يا دولا خليها تنشي بس وهي هم تطمين علي يا عم تقول لها شي على ظنوفي ما تفضحنيش يا دولا ايوة بس بتعامل الناس اللي بالبيت كلها كأنهم مخدمين عندها ده انا سمعها وهي بتقول لها يا رانيا يا بيت يا رانيا هاتي شوقت ماء وتعلي خسير رجلي اقولها بقى تخسيرها تقعبها بالتبل حظ سا بلا ما عليش يا دولا اقول لها دولا يا دولا يا ابن عمي بص سمعني ها استحملوها بس اليومين دولا يا دولا يعني اليومين دولا وانا بكرة الصبح يا عم اروح ايودها للدكتور اللي ايه عايزة تكشف عنده دولا اوما يومين بس وانرجعها البلدين خلاص يا عم انت ايه دخلت على ستة دي امي ليه خلاص يا عم خلاص شان شروفين بس يا دولا خلاص بس ما تقول لهاش بقى تعاملوا منهم خدمين تعاملهم بشكلك محترم شوية حاضر يا دولا اعايز حاجة تانية يا بكوية لا تكرع الله دولا انتو فضتولها قوضة تانية علشان الانارب انا عارفة عاجبه فيها ايه مكدرتي بتقول لي حاجة يا طم لا يا حبيبتي انا ما بقولش عاجة بس بقول يعني انت بتشتغل ايه في المدرسة باشتغل تبشيرة نعم يا عختي مدرسة يا طنت هك�م باشتغل فيها ايه باشتغل مدرسة اهة اصلاي ما بحبش يا اخت الستتات اللي باشتغل السيت لازم بتعوض في بيتها وتراعي جوزها وابلدها طب وبتقولييي انا الكلام دة ليه يا طنطة الي عندي لا جوز ولا ولا ولاد أنا بقول لما تجوزي يعني لازم تسيب شغلك وتعوض في البيت وتراعي جوزك وبيتك طب وانتي مالك وما الكلام زي ده بتقولهولي ليه يعني عسان انا حتجوز ابنك انا لسه موافقتش موافقتيش يا نهراب يد موافقتيش على يا طنط على انك تتجوزي رمز ابني بقى انتي بتلفل ودولي من الصبح عمالة رقبيني وتسأليني ميه السؤال عشان عايزة تجوزيني سي رمزي وماله رمزي يااخت ده برقابتك وبعدين انا لسه بفكر وموافقتش موافقتش موافق يا ابنط ومفرسة لقى تعالها ممشينا على الحيط قلت لك لولي منضون بخيط يعني ايه عايزيني انام في قودة غير قودتنا امال هتنام فين معلش يا امامي هتناموا عندي النهاردة هتنام عندك النهاردة دايب اعتبار يعني ان عادل بنا وعلينا اه عادل حينام في الصالة وانتو هتناموا عندي في القودة وامامة رمزي حبتها ضدكو انا عايزة اعرف بقى ايه حكايتو ما رمزي دي جاي عشان الدكتور ايوه انا عارفة لكن دي بتعملها كاينها نشتغل عندها مجيدة مجيدة ياه فين الشاي هي دي عميل بردو شوفتي بقى انا قصدي ايه معلش يا مامي استحمليها عادل لسه مكلمني وقال لي قاصلها عقلها خافف شوية وطعبان استحمليها بقى حاضر حاستحملها هنشوف اخرتها ايه الحملة ولاك هو تقيلة بالله ادي اخرتها ما اينام حدن في البيوت ها ها حطيت ايه خمس معالق سكر زي ما قلتلك ايوه انت هتعوضي جنبي ولا ايه ودي فيها ايدي كمان لا ما فيهاش الاولي بنامت واللي نصاص قامت اتخلوا ليه اختاع التلفزيون اتفرجي مش معقول اللهم اطولك يا روح ايه رانيا واقفة عندك ليه بتفرصي الحلل لا يا تنت واقفة بطبخ بطبخ عادي يعني ليه يا حبيبتي هو فيه حد بيسرع حاجة من الحلل لا فيه ناس بتاكل اللحمة من الحلل افندم بقى ست انعام انت كمان قصدك ايه بتبصيني ليه وانت بتقولي الكلمتين دول يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتاكلين الله وانا اصلا اعمل حاجة زي كده ليه الجوع الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر من كده لو سمحت يا طنت يا مامة رامزي مامتي ما بتعملش الحاجات دي اه يعني عاصلك انا اللي جاعانة انا قلت كده امبارح قلت انك شفتيني وانا بطلع اللحمة من الحلل ايه يا امو عادي الحركات الخدمين اللي انت بتعمليها دي اولا ده بيت ابني يعني ليه فيه اكتر منها الله جرى ايه ما تخف شوية على البنت وبعدين يعني هو مش ابني قاوي بالشكل ده مش ابني قاوي يعني ايه يا ولية يا مجنون انت يعني ما انتش اللي مخلفاه عادل مش انا اللي مخلفاه مين اللي قال كده انت يا طنت يا مامة رامزي اللي لست قيلة كده دلوقت انت حاجة نينة يا ولية انت شفتوا بقى اهل حالة بتادت عندها انا بتكلم عن ابني رامزي مين اللي جاب سيرت رامزي دلوقتي اسا انا شايفاكوا عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين وانسيتوا كلكم انكوا ضيوف على بيت ابني رامزي هو انا بس اللي طالبوا منكوا يا جماعة ان احنا بس نصبر يومين نستحمل امه رامزي شوية لان المشكلة ان زفته تطيل رامزي ده فهم امه ان البيت ده يعتبر بيته وان البزار ده بتاعه وان انا اللي شغال عنده ومن كرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البزار اه لو ايدي طالت رقبة رامزي ده ما توسخيش ايدك يا ماما انا هتصرف مع زفته كتير رامزي ده عادل انا مليش دعوة انت لازم تفاهم مامة رامزي دي الحقيقة انا اتخنقت اهو شوفتي بقى انا عشان كده نجمعكم النهاردة وبنتفق يا جماعة ام رامزي مش لازم تعرف الحقيقة ابدا يا سلام عشان بقى نفضل احنا نشتغل عندها شغالية وهي اصلا نقصة يعني هو رامزي اللي زايد بصوا رامزي اول مرة بيطلب مني حاجة صراحة يعني وهو طبعا سبب كل المشاكل اللي انا فيها وسبب ان البزار حال واقف وكل حاجة مبوازها لنا عم رامزي ده لكن اول مرة يطلب مني طلب يعني مش معقولة يعني هقوله لأ يعني وهو اللي طلبه ايه امه لما تبقى في البلد تبقى متطمنة عليه خلاص يومين يومين بس نستحمل فيهم امه رامزي يا جماعة وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل انه لله وانه لي راجعوا بس يا سوء انهي اللي اندي فيه هتتكل ترجع بلدها خلاص يا عادل خلاص احنا هنستحملها وهي كده كده بكرة هتتكل هتسافر ايوه ايوه دولة حبيبي طب انتو مكشفتوش ليه يا ابني؟ دكتور مرديشة دولة ياه للدرجات دي يعني حالتها مايقوس منها؟ اه الحمد لله الحمد لله حالتها مايقوس منها الوهد متطمن عشان كده يا دولة اهو قلنا بقى نحجز بس انت فرحان ان حالتها مايقوس منها؟ يعني ايه ايه انا مش فاهب عملته ايه يعني عملته ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العيادة زحمة يعني وانا بتخنم الزحمة فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني يعني حضرتك حجزتي دلوقتي وكشف بالليل هم هم لأ الحمد لله بكرة لأ الحمد لله بعد بكرة ههههه لأ الحمد لله امال امتى يا تنت؟ بعد شهر ايه؟ ايه؟ لا 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 هو مش شهر بالزبط هم 28 يو كشف ايه ده يا تنت اللي بعد شهر يا بنت قلتلك بعد 28 يو قص الدكتور ده مشغول قوي ما عندوش ولا يوم فاضي إلا بعد 28 يو اه يا ضحر ياني شاكلي كده حيروقت في السري الشهر اه يا وزتي ياني شاكي حاجرقت جنبك في السري الشهر ده الرقدة معاكي ارحم يا تنت مش هنلحى نشبع منك يا تنت معقولة هتعودي معنا شهر واحد بس لا 28 يوم بس تعرفي انا القانة اصلي الارنبين مش مولفين عالمكان يعني انتو الركز معايا يا رامزي اه دخلتو للدكتور فقطو؟ لا خالص يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه؟ لا ما اعرفش خالص ادولي طب ايه رأيك؟ في اللي يجبلك الدكتور ده لغاية البيت عشان يكشف عالمك لا انت بتتكلم جدة دولة هتقدر هتقدر والنبي دولة؟ اه طبعا اقدر اما ليه؟ يا ابن انت ابن عمي يا ابن ربنا يخليك يا دولة امك دي يعني مرات عمي لا يا راجل طبعا يا طارق انا خدماتي كتير جدا عملتها لك وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه؟ ايه عادل؟ ايه عادل؟ انتو كل شوات زليني عشان حليت مكاني في الصنةولة عامة يا عادل والجريبة يا اخي ان انت تجيب مجموع كبير برغم اللي انا اللي هلقلك والحال اللي انا عملته ما جيبش منه اي مجموعة المهم انا عايزك تمثل دور دكتور طبعا دكتور فعلا مهم انت دكتور بطر يا عم بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور يا الخريس يا اما لو كنت بقى حلل بدماغك انت وحلل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور روماتيزم مشهور؟ الاسم الغريب ده عادي يا عم مش اسم ده صفة ان هو دكتور يعني انت هاخدك معايا هتكشفها على واحدة ماشي؟ وتقول إن هي عندها روماتيزم وتكتب لها أي علاج وخلاص بس أنا عمري متكشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور أنا واخدك تكشف على بهمة بواحدة ستة يا ابني وديها علاجة على أساس إيه؟ العمري متكشفت على بني قدمين ما هي يعني ما تعتبرش بني قدمين قوي دي يوم رمزي واحد يعني صاحبنا المهم يعني إنت هتكشف عليها وتقول لها يا حجة أنا شايف إن عندك روماتيزم وتقوم طلع روشيتا وكاتب أي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني بقولك يا أمي ما تخبيش علي الناس دولت مريحينك ولا تردهم لك؟ يعني مشقلة بس مساحة مني لما يمشوا ابقعت حد روشيلك الشقة سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام أهو جبتلكوا الدكتور معي أهو شوفت يا رمزي؟ أهو يا دولة ده دكتور أهو الجد شفت يا رمزي؟ عرفت الوحدة أهو؟ ولا عرفك ولا حاجة ده أخبة واحد في العيلة أصلا اتفضل إزاك يا حج؟ عاملة إيه؟ والله هي ابني تعبانة أهوز زيك إيه؟ هو أنت جاي تسألها؟ ما تكشف يا دكتور وتعرف عندها إيه؟ طميني يا دكتور طميني علمي يا ابني هو كشف بسا توريني سنانك كده حاجة؟ بتورينه سنانك؟ أهو لأ سنانك أنت عايز أعرف عندك كم سنانك أنا أشتر دكتور في الحكاية دي بقى في مرة جلنا حمارة رقيس القسم بنفسه ما كامش عارف يسننه والله يا جماعة والله هو ملكه علي حلفان أنا اللي جبتله سنه وإنت بتكشف على البنبة ولا إيه؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده طميني يا دكتور يا دكتور ما تعدل المال؟ الروماتيزم إحنا أجين؟ أنا طبعا دكتور الروماتيزم مشهور أنا ما فيش شك في الحكاية دي بقى وعايز أعرف يا حاجة أخبار الروماتيزم معك إيه؟ يا دكتور أنا عمال أقلق أقلق طميني الحالة دي مع النبتي بتبان في اللبن يعني يا عمال يعني يا عمالي لون اللبن تغير طعمه تغير إيه اللي أنت بتقوله ده يا دكتور؟ أيوا هو قصده يعني لما بتشرب اللبن بقى يا حاجة مثلا بتحسي إن طعمه متغير ولا بتحسي بقى حمودة؟ إنت كنت قلتلي يا دكتور في السكة إن فيه علاج للروماتيزم أصلا عندها يا روماتيزم أنت حارف طبعا أكيد عرفت إن عندها روماتيزم إيه علاج الروماتيزم؟ آه آه بصوا بها يا جماعة يا لازم تدفن نفسها في الرملة يا مسبتي الكلام اللي أنت بتقوله ديه؟ هتتلفز إزاي يا دكتور؟ مايه حتدفن الجسماء كله معنا راسحة بس؟ آه آه يعني يا حضرتك تقصد إن إحنا نملأ لها الأودة رملة؟ لا لا أودة إيه؟ الأودة إيه؟ يا حتدفن نفسها في رملة الواحات وابنها يروح معاها عشان يسقيها مية ثلاث مرات في اليوم للمدة أسبوع آه بس كده دكتور نشاتيل حتزرع يبقى حطلها اسمات بقى الصرف يا رمزي هعمل الحكاية دي أمتى وزرع؟ من دلوقتي تلمي حاجاتك وتطلع على الواحات عدل يا حاجة من الصبح حاخد القطر بس تعرف إن كلامك دي شبه كلامي الحلاق اللي في البلد بتاعنا يا أمي ما كلهم ده كاترة وعارفين بعض أنا هسافر معاها بقى طب يا رمزي تعال أقولك حاجة لو سمحك أنا منشكرين أواء دكتور الله مش عارفين عن المجهودات حضرتك ده أشتر دكتور روماتيزمي في جمهورية مصر المتحدة بقولك إيه؟ إيه ده ده فلوس 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 خلي معاك المية جديد ده فلوس يا دودة يا دودة يا دودة إيه ما انت خدتها؟ وخد العشرين جنيه دول كما ده دي أعمل بيئة إيه دي؟ دي بقى عشان ترشهاك ماوي عشان الدودة إيه لا يا أخيرا مشيت دي كانت كابوس الحمد الله ألا أنت بقى طبخة النهاردة مفاجأة دم يا بالبشامل آآ الله آآ 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 يا طيب انت كشفت مين بقى اللي بيسرق اللحمة؟ لسه بس العلمك عاملة خطة جامدة موت أنا خلص سلقت اللحمة وحططها في الحلة في المطبخ هستخبه واستنى أول واحد يطلع من قط ويروح يأكلها لا 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 يا ماما التفكير ده قديم قوي انت مفروض تخشي لهم دلوقت القوضة بيبان عليهم اللي بيسرق اللحمة بيبقى باين عليه يا ماما بتحسي كده ان هو يعني عارف متعطش لللحمة يا سلام تصدق رحت من بالي؟ يلا أوكي مرافو عليك شكرا